اشتركوا في القناة في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد في اللقاء الماضي تناولنا طرفا من أسباب كذب الكاذبين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو التعصب المذهبي تكلمنا أن هناك بعض من ليس عندهم دين كانوا ربما يعمدون إلى آرائهم الشخصية وأقوالهم الخاصة فإذا بهم بدلا من أن يقولوها للناس على أنها آراء شخصية لهم لكنهم يلسقون بها إسنادا وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها من أقوال النبي الكريم وليست من أقوالهم هم وهؤلاء كثر ووجدوا لسيما متعصب المذهب الذين يتعصبون لأقوال إمامهم وشيوخهم أو جماعتهم ولكن بفضل الله عز وجل هؤلاء كان الأئمة لهم بالمرصاد وحذروا الناس منهم ومن أحاديثهم التي يرونها وذكروها في مصنفات كبيرة جمعت تلك الموضوعات والمكذوبات تحذيرا للناس من الاغترار بها هناك أيضا من كان يكذب لغرض آخر هناك من كان يكذب حسبة تقربا إلى الله عز وجل للأسف هناك طائفة من الصوفية يسمون بالكرامية نسبة إلى رجل اسمه محمد بن كرام وكان هؤلاء من الجهل بما كان لدرجة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يرغبوا الناس في الخير يرغبوا الناس في قراءة القرآن في الصلاة في الصيام في قيام الليل في العبادات في فعل الخيرات بدلا من أن يرغبوهم بالقرآن أو بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلفقون أحاديث تتضمن الترغيب والترهيب في فضائل الأعمال وينشرونها بين الناس ظنا منهم بذلك أنهم يخدمون الناس وينشرون الخير بين الناس فهؤلاء من الجهل بما كان لأن دين الله عز وجل كامل لا يعتريه نقصان اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابا من أبواب الخير إلا وقد أرشدنا إليه وما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابا من أبواب الشر إلا وقد حذرنا منه ونهانا عنه فالدين كامل ليس فيه نقصان وهؤلاء الذين يكذبون ظنا منهم أنهم يكذبون لرسول الله لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمون ويدعون هؤلاء من الجهل بمكان وما ذلك إلا لجهلهم بأن القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهما ما يغني ما يغني عن هذه الأحاديث المكذوبة والضعيفة كما قال الإمام يحيا ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى في الحديث الصحيح غنية عن غير الصحيح فالحديث الصحيح يغنيك عن غيره مما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بالكذب فهنا هؤلاء أيضا كان الأئمة لهم بالمرصاد وحذروا منهم ومن كذبهم لأن باب الفضائل باب الترغيب والترهيب لا يقل أهمية عن الفرائض التي أوجبها الله تبارك وتعالى إما في كتابه أو في سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يقل أيضا عن الحرام الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكل ذلك إنما يجيء بالأحاديث لا بالأحاديث الضعيفة ولا بالموضوع فالكل دين الله مع شريعته فاحذر من الكذب ومن إشاعته فالذي جاءنا بالصلاة هو الذي حثنا عليها والذي جاءنا بالصيام هو الذي رغبنا فيه سبحانه وتعالى وكذلك رسوله الكريم كما أمر في سنته بأوامر قد حثنا على فعل ما أمر به وكما نهى عن بعض الأمور قد حذرنا من مخالفته أمره صلى الله عليه وآله وسلم فإذن نحن لسنا في حاجة إلى الموضوعات ولا المكذوبات ولا ما أخطأ فيه الرواة ولو عن غير قصد وإنما يغنين بفضل الله تبارك وتعالى الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك أيضا من كان يكذب تزلفا إلى الحكام والسلاطين وهؤلاء في كل زمان ومكان وما زال الناس يرون ويسمعون ويشاهدون من يبيع دينه بثمن بخص من أجل أن يتوصل إلى مكانة معينة أو منزلة معينة من ذي سلطان أو ذي حكم أو نحو ذلك فكما أن الناس قد يقعون في الحرام ويبيعون دينهم بهذه الأمور الرخيصة كذلك بعض الناس ممن خف دينهم كان الواحد منهم للأسف قد يكذب الحديث ليمدح بعض السلاطين أو بعض الخلفاء أو ليجامل بعض السلاطين أو بعض الخلفاء أو ليسوغ له فعلا فعله أو قولا قاله وهذا موجود وأمثلته كثيرة قديما وحديثا كل ذلك إخواني الكرام الأئمة كانوا له بالمرصاد وبينوا كل ما كذبه الكاذبون بل كل ما أخطأ فيه المخطئون ولو عن غير قصد بيّنوا ذلك في كلامهم في العلم بل أفردوا له المصنفات الكبيرة عندنا كتاب للإمام أبو الفرج ابن الجوزي اسمه كتاب الموضوعات وهذا من الكتب الجوامع فكما أن صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهم ورحمة الله تعالى هذان الكتابات أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل فكذلك هذا الكتاب كتاب الموضوعات هو أفضل كتاب ألف في الأحاديث المكذوبة الموضوعة وهنا نفهم أن بيان الكذب لا يقل منزلة عن بيان الصحيح بل نحن في حاجة إلى معرفة الصحيح وغير الصحيح نعرف الصحيح لنعمل به ونعرف غير الصحيح لنتجنبه ولنحضره كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وكما قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في البخاري ومسلم يقول كان الناس أي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني وهذا من فقه هذا الصحابي الجليل علم أن الخير سيعلمه لا محالة لكثرة من يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذن كان لابد له أن يسأل عن الشر حتى يتجنبه وهكذا شأن المسلم دائما وأبدا ينبغي عليه أن يعرف الخير ليعمل به ويعرف الشر ليتجنبه وليحذره كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشيرا بكلامه هذا إلى خطورة الجهل بالكذب خطورة الجهل بالباطل خطورة الجهل بالبدعة فإن الذي يجهل هذه الأمور قد يقع فيها عن غير قصد جهلا منه بحقيقتها يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة قال ومتى ذلك يا أمير المؤمنين ومتى ذلك يا أمير المؤمنين قال إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وأنت أخي الفاضل إذا تأملت كل قول باطل وكل فعل فاضح وكل بدعة وقعت في واقع الناس تجد أن من شأ ذلك إنما هو الجهل الجهل بحقيقة هذه الأمور أو الجهل بمقام الله عز وجل فالذي يعص الله عز وجل إنما عصى الله عز وجل جهله بمقام الله العزيز الجبار سبحانه وتعالى أو جهله بحكم الله عز وجل في هذا الفعل أو ذاك القول أو جهله بحقيقة هذه البدعة التي تلبس بها ظنها تقربه إلى الله وفي الواقع أنها تبعده عن الله عز وجل كما أشرنا قريبا هؤلاء المبتدع الذين يتصورون أنهم بإمكانهم أن يرغبوا الناس في الخير بكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يكذبون عليه في فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب ويقولون نحن نرغب الناس في الشر نرغب الناس في الخير ونخوفهم من الشر وجهلوا أن الكذب هو أصل كل شر ولا سيما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار القائل من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين الكاذب الأول الذي اختلق الخبر الذي لفق الحديث الذي افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكاذب الآخر الذي روج هذا الكذب هو لم ينشئ الكذب ولكنه روجه نشره أشاعه أذاعه في كل مجلس في كل مكان في القنوات الفضائية وغير الفضائية في الصحف في المجلات في الكتب ينشر الكذب هو لم يكذبه لكنه له إثم من كذبه أول الأمر بل قد يكون إثمه أشد وأعظم لأن الذي كذب الكذبة أول مرة ربما لم يسمع منه ذلك الكذب إلا عدد قليل ممن كانوا يجلسون في مجلسه فضرره محدود إلى حد ما ليس ضررا متعديا وليس ضررا عاما بينما الذي نشر الكذب وأشاعه وأذاعه بين الناس وتحدث به على المنابر وفي الخطب وفي المجالس هذا روج للكذب فكان ضرره أعظم من الذي كذب الكذبة أول مرة لأنه إذا كان الذي كذب أول مرة تضرر بهذا الكذب عشرة أو عشرون فهو قد تضرر بنشره لهذا الكذب مئات بل ألاف بل ملايين فنسأل الله تبارك تعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح وأن يجنبنا الكذب وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه ونكمل إن شاء الله تعالى حديثنا في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة